لمزيد من تفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الضياء الشمري مهلا بكم سيد ضياء أهلا شهلا بعد قتل المتظاهرين دخلت التظاهرات في منحا جديد مع اختيال أحد المحامين المدافعين عن المتظاهرين المعتقلين كيف تقيمون هذه الحادثة ونعكساتها على الواقع الحقوقي والإنساني في العراق حقيقة هذه العمليات الإجرامية التي تقوم بها سلطة الاحتلال في منطقة الخضراء والعملاء من إيران هذه نفس الأيادي التي قتلت في بداية الاحتلال العراقيين من الأطباء والمهندسين والطيارين وعلماء العراق نعم هذه العملية عملية إجرامية عملية انتقامية تقوم بها الحكومة العراقية وبعلم الحكومة العراقية من قتل جبار كريم أبو آية هو يتحمل المسؤولية لأن لا يقول انه هذه مسؤولية من كلفني الذي كلفه يتحمل المسؤولية والقاتل ويتحمل المسؤولية هذه العملية الإجرامية بالنسبة للحقوقيين الموجودين في العالم مستائين من العملية ليست بقتل المحامي وإنما حتى قتل المواطنين العزل الموجودين في المحافظات وفي ساحات الاعتصام هذه العمليات الإختيالات المباشرة التي تحدث من قبل الجيش والشرطة مع الأسف من أخوانهم العراقيين تحدث بأياده العراقية بقتل العراقيين خلي يحسوا العراقيين خلي يصحوا العراقيين أنه الذي قتل الذي يقتلكم هو قتل سابقا من هو قتل العلماء والأطباء ذول ناس منتقمين من الشعب العراقي في هذا السياق أستاذ ضياء وبناء على المواثيق الدولية والقوانين المحلية فإن المحامي يتمتع بحصانة ماذا يعني اغتيال أحد المحامين على يد من يعتقد أنه من عناصر الميليشيات وهو الذي كان تبنى أن يدافع المتظاهرين المعتقلين بالمجان المحامي وفي كل العالم وفي كل المعترفات الدولية وفي كل المواثيق الدولية محمي دوليا من مقاضات أو من الدفاع عن حقوق الناس أو حقوق حتى المجرمين المحامي هو محصل لأنه مسألة القانونية والحقوقية والإنسانية تسمح للمحامي أن يدافع عن هذا الشخص أو ذاك بالوقت الحاضر في العراق من يقوم بحماية المتظاهرين هو يعرض حياته للخطر هذا معنى أنها الحكومة العراقية معنى ذلك أنك تتوقع أن هذه هي الرسالة التي أريد إرسالها للمتظاهرين من خلال اغتيال المحامي جبار البهادلي نعم هذه ليست الرسالة الأولى وإنما الرسالة التي حدثت بقتل المتظاهرين المتعمد التي صارت في الديوانية قتل شاب في الديوانية وكان لا يحمل شيئا في أيديه يعني لا هو مسلح ولا يحمل شيء وبطء 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 وبملابس صيفية يعني كان هذا القتل قتل متعمد لدحر المتظاهرين هم لا يتوقعون أنه الشعب العراقي إذا ثار لا يمكن أن يقف بوجهه أي شيء نحن هنا في أوروبا وخاصة الجالية العراقية ستقدم رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص المتظاهرين والانتهاك حقوق الإنسان بالعراق بالوقت الحاضر وخصوصا القتل المحامين الذين يدافعون عن حقوق الشعب العراقي أستاذ أستاذ ضياء إذا تحدثنا عن هذه القضية تحديدا قضية اغتيال محامي جبار كيف يمكن متابعتها وما سبل نجاح ذلك أنا رح تقدم رسالة باسم الجالية العراقية عن اغتيال جبار كريم رح تقدم رسالة وباسمه شخصيا أطالب المنظمة الاتحاد الأوروبي الحقوق في حقوق الإنسان أنه يتابع هذه القضية ويجري الاتصالات بالحكومة العراقية من قتل هذا الشخص ومن قتل هؤلاء الشباب الموجودين المعتصمين والمتظاهرين هذه حقائق نحن الذي نقوم فيها في أوروبا فقط إيصال المعلومات للجهات الرسمية والمعنية في أوروبا ليس لنا أي سلطة على أي جهة معنية نحن نحن ناس مسالمين لاجئين وقدماء هنا موجودين في النمسة فقط نوصل رسائل المتظاهرين العراقين إلى الجهات المعنية النمساوية أشكرك جزيلا شكرا مين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري كنت معنا عبر الهاتف في فيننا